في إطار الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا واصلت الفرق الطبية بمساعدة الإدارة العامة للدفاع المدني وأفراد شرطة المجتمع والمتطوعين زيارتها الميدانية لأخذ العينات العشوائية وإجراء الفحوصات المختبرية عن طريق وحدات الفحص المتنقلة للمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة مساء الخير دكتور وبداية ما هي المناطق التي تمت زيارتها مؤخرا وعلى أي أساس تم اختيارها لإجراء الفحوصات وهل ستشمل مستقبلا مناطق أخرى أولا شمساكم الله بالخير وشكرا على هذه السؤال المهم طبعا هذه الزيارة أولا هي تهدف إلى تعزيز صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتعتبر هذه الزيارات يعني خطوة استباقية وليس خطوة يعني تبعية لأمو يعني هي تعتبر للوقاية وضمن الإجراءات الاحترازية شملة الزيارات يعني بيردي على سؤالك ما أخرا مساكن العمال الوافدة في المنامة والحد وراس زويد والعكر والنويدرات والنعيم بكوارة سلمباد وعسكر وسترة كما شملت الزيارات السابقة كذلك بمجمع ثلاثمائة وثلاثة مناطق سكن العمال الوافدة منطقة الحد منطقة البصناعية إلى جارب المناطق القريبة من عدد من المستشفات الخاصة في محافظتي العاصمة والمحارقة طبعا هذا القدر من يعني زيارات أو الأمور اللي يعني يكون فيها الاشتباق عامة قبل الحدوث وانتشار المرض يعتبر مثل ما خبرنا ضمن يعني الإجراءات الاحترازية الفرق الطبية مستمر بشكل يومي في زيارتها الميدانية لأخذ العينات وإجراء الفحوصات المختبرية نعم تواصل كذلك في نفس الوقت اللي احنا نقوم بيدورنا كالصحة تواصل إدارة الصحة إدارة الإدارة العامة للدفاع المدني بأنها تقوم بتطهير وتعقيم بعض المناطق وكذلك أفراد يعني شرطة خدمة المجتمع خلال هذه الزيارات يقومون بتوعية وتثقيف مختلف فئات المجتمع من المواطنين مقيمين التأكد كذلك من انتباعهم الإجراءات الاحترازية والتدابع الوقائية اللازمة ويتأكدون من التزامن بكافة التعليمات والعشادات الصادرة من الجهات المعنية نعم نعم دكتور وزارة الداخلية أعلنت عن تهيئة عدد من المدارس في محافظات المملكة المختلفة لتكون سكنا مؤقتا لهذه العمالة الوافدة ما هي الاستعدادات الطبية لهذه الخطوة وهل سيخطع العمال للفحص قبل تسكينهم نعم طبعا هذه كثير من المعلومات ردت للناس وظنوا ان الهدف من هذه العملية هو ان نعزل او نحجر عامة الناس المصابين وتكونوا في المدارس لا القصد اولا من هذا العمل هو تخفيف كثافة هذه العمالة يعني بعض المساكن العمالة قد تكون غير مهيئة او ان فيها بعض المعايير غير غير اللي هي المطلوبة يعني القصد من ذلك تخفيف كثافة هذه العمالة في وجودهم عامة في المدارس طبعا احنا بالنسبة لنا كوزات صحة لما يكون هناك رصد وبعد الفحص ان هناك في اي مصابين في عامة في اي مكان في كثافة سكانية مثلا عالية وزات الصحة تقوم بعزل المصابين او علاجهم والحجر على المخالطين القريبين منهم فهذه الآن احنا عشان بس نفرق بين ما يقومون بعمليات عامة الوحدات المتنقلة والفحص وبين ما تقوم فيه وزات الداخلية حاليا بانه يعني تقلل من كثافة العمالة الوافدة في مناطق سكانهم حيث يتوزعهم على المدارس لتخفيف عامة لإيجاد التباعد الاجتماعي اللي نتكلم عنه دائما والاحتراز لذلك فالشكر بصراحة يعني الشكر الجزيل لوزارة الداخلية على هذه الجهود ودورها معانا من ضمن الجهود الوطنية لحد منتشار الفيروس نعم الشكر موصول لكم أيضا دكتور ولي وزارة الداخلية الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة شكرا جزيلا لك